السلام عليكم مرحبا بكم في قناة تستي افيك نعيمة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة جديدة وهي عبارة عن خبز الصندويش لما نستغنو عليه خاصة اننا مقبلين على فصل الصيف كيكون خارجات الغابة او البحر اهم حاجة صحي و عملي بالعداب اذا نبدو بسم الله على بركة الله بالمقادر وطريقة تحضير. في واحد البول كنضيرو قصد الحليب لكي يكون دافئ قصد الماء حتى هو يكون دافئ. شوية ديال خميرة العجين. شوية ديال الملحة. ملعقة كبيرة من سكر صندة. كنخلطو المكاونات ديالنا مزيان حتى يدبوه مزيان. صفي وكان بدو باضافة الدقيق. الدقيق هنا يا حسب العجين. يعني نخلطو العجين ديالنا حتى كنت تحصلو على عجينة ميتمسيكة. ما تكونش قصحة بزاف وما تكونش سيلة بزاف باش الخبز ديالنا يطلع ارطب و موزوين. هنا يا من اللي جمعت العجينة ديالي كنستعني بشوية ديال زيت المائدة بس نجمع بها العجينة ديالنا. صفي وكنخليها ترتاح مدة نصف ساعة. بعد ما خمرت العجينة ديالنا. كنحيدوها من اللوبول. استعانة بالدقيق. كندير فيها كاية كورة كبيرة. سوف يوقع نقطعها كاية متلتت. يعني كناخد العبار عيني ميزاني. كندير فيه كوريات صغيرة. حال هاد الشكل اللي كنتشوفوه في الفيديو. صفي كناخد الكورة اللولا. كننبسطها فوق سطح العمل. بستيعانة بالدقيق. صفي وكنروليها هكاية على شكل اسطوانة. وكنضغطو عليها. صفي وكنخطوها في طوا ديالنا باش تختامر. صفي وكنستمرو على هذا الطريقة حتى كنكملوه الكوريات اللي عندنا. نستفوهم هكاية في الطوا ديالنا. وكننضغطوهم بشي بلاستيكا. تكيي يخمرو مدة عشرة دقيق. كناخدو هنا يا واحد صفر ديالبيضاء. كنخلطوه مع شوية ديال الحليب. كندهنو به لي باكيت ديالنا. او خبز الصندويش. سوف يكون دخلوهم الفورني كي يكون مشعول بدرجة حرارة مرتفعة من قبل. هنا يا اخضيت واحد المقص. لم توفر عندو طرنشوار او لشيموس او لشي حاجة المهم الكاهير كاضافة. وهي وصفة ديالنا بعد الموجودات. كنت منها انها تنال اعجاب ديالكم. وطبعا الى اجبتكم تشاركوها مع صحابكم وصحابتكم على شلا. واللي ما زال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس بس يوصلكم كل جديد الوظفات ديالي. صحاب راحا وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.